هذا وقد أجرت الزميلة جارمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري لقاء مع رئيسة اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإدجار بالبشر السفيرنا إلى جبر لاستعراض مشروع مكافحة الإدجار بالبشر نعم بعد التحية نتابع معكم من مقر وزارة الخارجية تفاصيل لإطلاق مشروع مكافحة الإدجار بالبشر هذا المشروع الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ولمزيدنا التفاصيل بتنضم إلينا في هذا اللقاء السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإدجار بالبشر سيدة السفيرة برحب بحضرتك يعني لو في البداية نتحدث عن تفاصيل إطلاق هذا المشروع وكيف سيتم التعاون بين الجانب المصري وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية المشروع ده مشروع طموح وهو بداية بداية لتعاون جاد مع منظمة العمل الدولية ودي منظمة لها مصداقية ولها تاريخ مئات السنوات يعني ومع وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية من الجهات اللي بتهتم جدا بموضوع مكافحة الإتجار في البشر كون إن الخارجية الأمريكية بتمول هذا المشروع فده نوع من الاعتراف بإن مصر دولة جادة في التعامل مع قضية الإتجار في البشر وده شيء يسعدني ولأنه ده حيبقى بداية لمزيد من التعاون المستقبلي تحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع المدة التي سيتم العمل عليها في هذا المشروع وأيضا أهم المحاور الفترة ثلاث سنوات عادة المشاريع بتبقى ثلاث سنوات وبعد كده هو النطاق الجغرافي هو القاهرة الكبرى والإسكندرية وطبعا المحاور هي المحاور الأساسية اللي احنا بنعملها والتي تتطفق مع الاستراتيجية وبتتطفق مع توجيهات الرئيس بدعم الحماية للمواطنين لأقصر الفئات هشاشة وتعرضا للاستغلال فالمحاور ستبقى بالنسبة للتوعية والتدريب انفاذ القانون كمان وعملية مساعدة على التعرف على الضحايا عملية التعرف على الضحايا عملية مهمة جدا لأن دي جريمة الإتجار دي جريمة تحتية فعشان نقول للناس يا جماعة ما تلاقوا جريمة إتجار بلغوا عنها عندنا هوتلاين خطوط ساخنة مجلس الطفولة والأمومة مجلس حقوق الإنسان مجلس المرأة فمنفضلوكوا بلغوا بعدين عندنا إليه تقحالة بدل ما نتكلم يعني بتفاصيل هي عبارة عن دائرة لتساعد على التعرف على الضحايا كيف يأتي هذا المشروع كجزء من جهود بتقوم بها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر خلال السنوات الماضية؟ هو بيأتي استكمالا لجهود وتنفيذا لجهود وفي إطالة الاستراتيجية الوطنية وأحنا سعداء بكده أنا مشروحتك جدا على كل هذه التفاصيل ووجودك معنا يعني إذن كان هذا لقاءنا مع السفيرة نائلة جبر من مقر وزارة الخارجية للتعرف على تفاصيل إطلاق مشروع مكافحة الإتجار بالبشر والممول من وزارة الخارجية الأمريكية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو